للتو حصلنا على أخبار هائلة غيرت توقعات السوق بشكل كامل لمعظم الناس واليوم الجمعة راح أتكلم عن إيش بالضبط معنا هذا الشي راح أتكلم عن إيش اللي أشوف بأنه راح يحصل هنا وكمان راح أتكلم عن تحديثات من الشرق الأوسط وكمان إيش اللي لازم تكون مجهز له الآن أكيد إحنا في أوقات حاليا حساسة من ناحية الوقت فأتأكدوا جمعة بأنكم تشوفوا هذا الفيديو من البداية إلى النهاية مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الملات الرقمية كل يوم وعليمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضعط لزر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب خلونا تخلين الآن مباشرة لتقدروا تشوفوها على فريم الأرباح ساعات وهو أنه إحنا في الواقع فقدنا وهبطنا تحت هذا الخاط البني تبعي تقدروا تشوفوا بأنه البولز المشتريين هنا على فريم الأرباح ساعات حاولوا بأنهما يخلوا السعر فوق هذا الخاط البني حصلنا على انخفاضات ولكن البولز والمشتريين قادروا بأنهم يرفعوا السعر ولكن في الأخير هنا حصلنا على هذه الشمعة الحمراء الكبيرة أغلقت أسفل هذه النقطة ولكن بعدها حصلنا هنا على ارتفاع فوق هذا الخط البني طيب ليش حصلنا هنا على هذا الارتفاع إلى فوق الخط البني هذا كان بسبب إذا شوفنا هنا على الفريم اليومي فالبولز أو المشتريين كانوا مش عايزين بأنه يخلونا نقفل هنا أسفل هذا الخط البني على الفريم اليومي فعشان كده شفنا البولز هنا دخلوا وتحكموا هنا في السوق مرة أخرى ورفعوا أقل شيء رفعوا السعر هنا فوق الخط أو داخل الخط البني على الفريم اليومي ولكن على فريم الأربع ساعات أغلقنا هنا أسفل هذا الخط البني فهذه هنا طبعا إشارة ضعف في السوق وهذه الشمعة الحمراء الحالية تقدر تشوفه بعد أن حصلنا على هذا الارتفاع حصلنا هنا على انخفاض بعد مباشر وإحنا الآن مرة أخرى داخل هذا الخط البني وأكيد كلما طالت الحركة هنا داخل هذا الخط البني أو عند هذا الخط البني كلما أصبح هذا الخط البني أضعف طيب الآن مستوات الدعم القادمة زي ما قلت أمس 61 ألف دولار وبعد كده 59 ألف دولار وبعد كده الخط البني الكبير خط الدعم الكبير راح يكون عند 57 ألف و 500 دولار فخلونا جمعا نحطينا على هذا الشيء وبالنسبة للأسواق التقليدية فتقدروا تشوف هنا بأنه الأسواق التقليدية هنا مستمرة بالترند الهابط هذا هنا يعني بشكل كبير ماشي بشكل جانبي ولكن بشكل هبط كمان وهذا الخط الأحمر خط الترند لاين هذا هنا لسه موجود ومتماسك لسه ما كسرنا أسفل هذا الخط حصلنا هنا على دعم من عند هذا الخط هنا عدة مرات ولكن شوفوا هنا جماعة في عندنا هنا خط برتقالي عند 5050 دولار ففي حالة كسرنا أسفل هذا الخط أو هذه النقطة فأقل شيء لسه هنا في بعض الدعم المحترم في هذه النقطة فخلونا كمان جمعا نحطينا على هذا الشيء طيب وفي شيء كمان مهم وهو مؤشر الدولار على الفريم الأسبوعي هنا كعدت يرتفع بعد أن كسرنا هذا الخط البني من الأسفل إلى الأعلى ارتفعنا هنا وحصلنا على ارتداد وحول هذا الخط البني إلى خط دعم ومن هذه النقطة مؤشر الدولار حصل على ارتفاع تقوية طيب ليش الآن الدولار يصبح أقوى؟ لأنه في بعض المشاكل هنا مرة أخرى بسبب التضخم والفيدرالي طلعوا أمس وقالوا يعني نفس الشيء اللي قاعدين يقولوهم أخرا ولكن بالذات أمس قالوا هنا بعض الأشياء الواضحة والصريحة قالوا هنا بأنه البيانات الأخيرة توضح بأنه يوجد نقص من ناحية التقدم ضد التضخم والتضخم سبب عدم يقين بخصوص هل سيستطيع الفيدرالي أن ينقص معدل الفائدة في نهاية هذه السنة أو لا الفيدرالي يستطيع إبقاء معدل الفائدة مرتفع طالما اضطرت الحاجة إلى هذا الشيء والبيانات الأخيرة لم توضح ثقة قوية من ناحية التضخم يعني بوساطة هذه المعلومات أو هذه البيانات كانت مش بوليش من ناحية بأنه إحنا راح نحصل على تنقص المعدل الفائدة في أي وقت قريب ولكن اللي عايز أركز عليه هو هنا إذا التضخم عاند فالفيدرالي يقدروا بأنهما يحافظوا على نفس مستوى معدل الفائدة طالما لزمت الحاجة إلى ذلك وليوريتكم يا أمس وهو أن الطريق اللي إحنا فيه الآن وهو أن التضخم يزداد وإذا استمر بزيادة بنفس السرعة نفس الشيء اللي قاعد يعمله هنا مؤخرا ففي هذه الحالة في نهاية هذه السنة فممكن بأنه إحنا نوصل إلى تضخم CPI 5% شهريا فهذا هنا بكل تأكيد شيء لازم نكون منتبهن له الآن واللي يعنيه هذا الشيء وهو أنه بدل أن نحصل على اثنين أو ثلاثة تنقصات لمعدل الفائدة فالسوق الآن يتوقع إذا رحنا هنا إلى ديسمبر فيتوقع السوق بأنه في نهاية ديسمبر رح يكون في عندنا فقط تنقص واحد لمعدل الفائدة بدلا من ثلاثة فهذا هنا بكل تأكيد شيء تغير مع مرور الوقت وطالما يتضخم استمر بأنه يصبح مشكلة مرة أخرى فالسوق يكون له ردة فعل اعتمادا على هذا الشيء يعني إذا شفنا هنا على ديسمبر فتقدروا تشوفوا بأنه السوق يتوقع بأنه إحنا رح نكون عند تقريبا 5.25 فهذا هنا فقط تنقيص بنسبة 0.25 فهذا الشيء يا جماعة شيء لازم نحوط عنا عليه هذا الشيء أكيد رح يستمر بالتغير مع الحصول على بيانات أخرى والحصول على تصريحات من الفيدرالي ولكن نعم الآن التضخم بدأ بأنه يصبح مشكلة مرة أخرى ولكن الشيء الجيد أعتقد وهو أنه بما أنه الآن السوق أصبح متشائم في هذه النقطة فهذا معناته بأنه ممكن نحصل على مفاجئات للأعلى إذا السوق يتوقع بأن الأشياء والأوضاع رح تكون سيئة جدا ولكن إذا بالعكس الأمور أصبحت أفضل فهذا يعطينا مساحة ومجال أكبر للارتفاعات خلونا نقول مثلا إذا السوق يعني مثلا خلونا نعمل هنا مقارنة إذا السوق يتوقع بأنه رح يكون في عندنا تنقيصات هائلة لمعدل الفائدة يعني مثلا تنقيص في كل شهر إذا ما حصلنا على هذا الشيء إذا ما حصل هذا الشيء فبعدها السوق أكيد راح تكون ردد فعله سيئة والسعر راح يهبط للأسفل فهذا هو جماعة اللي أقصده يعني أنا أفضل بأنه يكون في توقعات سلبية من السوق أفضل من أنه يكون في عندنا توقعات عالية وما نقدر إنه إحنا نحقيقها وهذا شيء مهم جدا لازم لواحد يحطه في عين الإعتبار طيب خلونا جماعة نستمر هنا بالكلام عن البيتكوين سبوت إيتيف اللي أعز أوريكم يا هنا وهو إنه في عندنا هنا ثلاثين صندوق استثماري ومستشارين أضافوا هنا 0.2% من أسهم إيبت فيعني أضافوا هنا شوية دخول إلى البيتكوين إيتيف يعني نسبة صغيرة جدا فهذا هنا مع مر الوقت أكيد هذا هنا راح يزداد وكمان راح تشوفوا بعض مدراء الوصول هؤلاء الهائلين يضيفوا بيتكوين أكثر وتلداولوا أكثر ويقدموا هذا الشيء وينصحوا بهذا الشيء لعملاءهم فهذا هنا شيء رائع جدا بأنه إحنا الآن في عندنا أدلة بأنه بعض من هؤلاء مدراء الوصول الهائلين بدأوا هنا بالدخول وتداول البيتكوين طيب في شيء كمان مهم هنا لازم أقوله هو إنه بعض الأرباح الهائلة المهمة جدا راح تطلع في خلال الأسبوعين القادمين وفي الواقع معظم الشركات في الـ S&P 500 في عندهم موعد إنهما يقدموا تقارير بأرباحهم في الأسبوع القادم فهذا أكيد راح يكون له تأثير هائل على الـ S&P 500 اللي زي ما إنتوا عارفين راح يكون له تأثير كبير على البيتكوين فهذه يا جماعة الأرباح أو العيدات أخليكم مجهزين يا جماعة للتقلبات اللي راح تحصل في الأسبوعين القادمين وكمان بشكل أهم في السبع الأيام القادمة راح يكون في عندنا هنا بعض من أكبر وأهم الشركات راح تقدم تقارير بأرباحها فإذا تجاوزوا الأرباح المتوقعة فأكيد هذا راح يرفع سعر الأسهم وهذا بكل تأكيد كمان راح يقود إلى ارتفاع سعر الـ S&P 500 وبالتأكيد هذا هنا ممكن يكون شيء جيد جدا للبيتكوين كمان فاخلينا جماعة نحوط عيننا على هذا الشيء ولكن كمان بشكل أهم لازم الواحد كمان يحوط عينه على الوضع في الشرق الأوسط لأنه الآن تم نشر تقارير بأنه إسرائيل انتهت من وضع خطتها للهجوم ضد إيران فخلنا نشوف يا جماعة إيش اللي راح يطلع من هذا الشيء كمان وعلى أمل أنه ما راح يحصل شيء جنوني يضر السوق ولكن هنا فيه تم نشر تقارير بأنه الآن خلصوه من خطتهم وأنهما راح يهجموا عجلا أم أجلا اللي أسمعه وهو أنه ممكن يحصل يوم السبت فخلنا نشوف يا جماعة تم هنا نشر بأنه نهاية الأسبوع طيب في الأخير جماعة هنا عايز أنهي بشيء آخر الهبوط اللي حصلنا عليهم أخرا يؤكد ويمشي على حسب وفق هذا التشابه اللي وردتكم يا قبل فترة طيب اللي فيه عندنا هنا جماعة فيه عندنا هنا في القيمة السوقية اللي سوق الكريبتو مع عداء العشر العملات الأولى تقدروا تشوفوا بأنه هذا حصل في عام 2022 حصل في عام 2018 يعني هذا هنا حصل قبل كم سنة هذا حصل منذ 2018 إلى 2021 وهذا هنا من 2022 إلى 2024 يعني النقطة اللي احنا فيها الآن وكمان قبل هذا كان فيه عندنا 2015 إلى 2016 فاللي فيه عندنا جماعة فيه عندنا هنا هذا التجميع في هذا الشكل شكل القاع المدور فيه عندنا هنا كسر من فترة التجميع هذا هنا الفترة الخضراء مثل هذا بوم نرتفع وبعد كده فيه عندنا انخفاض إلى نقطة الكسر السابقة اللي كسرنا فيها أعلى قيمة سابقة وبعد كده تقدروا تشوفوا بأنه فيه عندنا أشياء مشابهة وشوفوا هنا جماعة على هذه الدائرة الزرقاء والخضراء نحصل هنا على انخفاض إلى هذا الخط يعني نفس الشيء جماعة متوافق مع الأشياء اللي شفنا في الدورات السابقة وبعد كده حصلنا هنا على ارتفاع بشكل كبير في القيمة السوقية للعملات البديلة مع عداء العشرة لعملات الأولى بمعنى أنه هذه هنا للعملات البديلة الصغيرة بشكل عام فجماعة هذا كل شيء عندي اليوم أتمنى أنكم استمتعتم بهذا الفيديو وأشوفكم في فيديو القادم اشتركوا في القناة